قصة حياة كل واحد فينا عبارة عن إنجازات ومطبات وحاجات حلوة وحاجات وحشة حد يقولي لا أنا قصة حياتي كلها كايبة لا أنا قصة حياتي ما شفتش فيها ولا يوم فرح لا هو فيه بس انت بشو اخد بالك يعني فكل واحد فينا قصة حياته الكام سنة اللي عاشه وميل عاش مننا عشرين تلاتين أربعين خمسين سبعين تمانين تسعين حاجات كده كل واحد فينا عنده ممكن يلخص الجزء اللي عاشه في حياته ده باسم فيلم لو حياتك هنعملها قصة فيلم هنسمي الفيلم إيه طبعا أنا عايزة أستسرحه كده بخيالك اللي عايز يسمي على اسم فيلم هو عارفه فيلم عربي يعني ما فيش مشكلة يعني ما عندناش مشكلة خالص اللي عايز يخترع اسم فيلم لقصة حياته ما فيش منها مشكلة إحنا بنقول دايما أن كل واحد فينا يمتلك قصة في حياته يمتلك القصة دي عبارة عن إنجازات وإخفاقات ما حدش يقول إن حياتي كلها كانت عبارة عن إنجازات أنا عمري مغلط أو لا ما فيش حاجة اسمها كده كلنا نخطئ وكلنا يعني نصيب ونخطئ فكلنا عندنا إنجازات وعندنا إخفاقات كلنا عندنا حاجات تفرح وعندنا حاجات تبكي وتحزن ومؤلمة جدا هي دي الخلطة بتاعة حياة أي بن آدم والعلمك هي دي الخلطة بتاعة أي فيلم أي فيلم عبارة عن بداية وعقدة ونهاية العقدة دي اللي بتعمل الفيلم العقدة دي اللي بتعمل حتى لو فيلم كوميدي لازم يحط لك فيه عقدة يحط لك فيه حكاية لازم تتحل فهما بيحلوها بيبقى فيه مواقف كوميدي بتحصل فيبقى الفيلم كوميدي أو عقدة وهم بيحلوها بتحصل مواقف كتيرة جدا أكشن وحاجات كده فيقول لك ده فيلم أكشن فلازم يعبار أي قصة عبارة عن بداية وعقدة ونهاية العقدة دي اللي المؤلف بيحاول يترحى ويحاول يحلها واحدة واحدة لغاية ما تيجي نهاية الفيلم لإما يحلها ويبقى الفيلم خلص إما يسيبها مفتوحة ويقول لك عشان نعمل جزء تاني من الفيلم قصة حياة حضرتك وقصة حياة حضرتك لو هنعمله فيلم سينمائي هنسمي الفيلم ده إيه